السلام عليكم صباح ولو اللهم الآن سنتحدث عن البعض السابع من أبعاد البيم وهو الاستدامة او الاستدامة او المبادن الخضراء او ممكن تاخد مثلا اليد او جيساز المهم ان انا بحاول اعمل استفادة قصوى من المواد وخلي الناس اللاعدة في المبنى مستريحين والاستهلاك بتاع المياه وكهرباء ده يعني بالعامية في بعض الكتب بتغير الارقام يعني تخلي الاستدامة هو الكود السادس او السابع او التامي بشتفر كتير المهم ان احنا نستفاد مش مهم الرقم لا مش هكتف الاسطلوحة فيه ابعاد تانية ابعاد التاسع والعاشر والحيداشر والاثنشر وكذا عدد لا نهائي من الابعاد ان دي فيه ناس بتخلي السافتي فيه ناس بتخلي بروكورمينت وكذا تمام طيب هنبدأ نشوف البعض السابع اللي هو الاستدامة ايه هي الاستدامة الاول ان انا البي احتاجات الناس اللي عايشة في الفترة الحالية من غير مظلم الاجيال اللي جاية يعني انا مثلا محتاج المبنى ده ابني مثلا بعشرين كيلو خشب مثلا تمام لو انا صممت غلط وقصرت وعملت واستهلكت اكتر وعملت مثلا تلاتين كيلو خشب ده يبقى انا كده اخدت عشر كيلو من حق الاجيال اللي جاية من حق الاولاد والاحفاد فلازم ان انا اصمم كويس وان انا اعمل تحليل كويس بحيث ان انا هتأكد ان الحاجة فعلا هتبقى زي الفل وهتبقى حاجة كويسة وان انا مش هبني وبعد كده قصر عشان سهرك بحاجة تانية وان الناس اللي هتبقى موجودة في المبنى هتبقى مستريحين وهيستهلكوا اقل قدر من الكهرباء والماء من غير ما اقولهم ما تشربوش يعني مش هقولهم ما تشربوش بس هستخدم ادوات تخلي السلاك الماء اقل زي ما هشوف مع بعض انا ايه الاهم من الحاجات اللي انا ممكن باهتم بها الانيرجي والوطر والماتيريالز دي اهم الحاجات اللي انا باهتم بها باهتم ان انا اقل الاستهلك الطاقة كهرباء او ممكن استخدم سولر الفيديو هستكون ню الحاجات اللي هي متجددة والدايمة دي الانيرجي ما يستخدم حاجة اقل الاستهلاك المعض 의كي الاحتوائيات بتقول أن المباني مؤثرة جدا في استهلاك الطاقة في الانيرجيلا قادر وبتوصل في بعض المواد الى 70% من السلاك الطاقة يعني الناس اعتقدنا المصاني هيرا بتستهلك اكتر انما المباني طبعا لانها كثيرة هي بتستهلك ممكن توصل الى 40% من السلاك المباني الموضوع البناء بيستهلك 53% من المواد ليه تأثير كبير جدا على البيئة في 13 مليون تن من الماتيريال بتتنقل ومبتستخدمش او بتستخدم وبعدكات تكسر وتترمي في 90 مليون تن من المواد الهلكة في 21% من المواد الخطرة في بريطانيا بتبقى خارجها من موضوع المباني والانشاة تمام فعشان كده لازم نصمم صح ولازم يكون في بالنا واحنا منصمم موضوع الـ Green Building او موضوع استثناء بالتي لان برضو الاحساب بتقول ان في مشاكل كثيرة جدا في 92% من العملاء بيقولوا ان تصميم بقاش مفهوم بقاش رديان عنه في استهلاك هالك 27% في خسار كثيرة جدا بتحصل بسبب عدم التخطيط الجيد وموضوع المباني بيؤثر كثير جدا سواء اثناء البناء واثناء التشغيل بيؤثر كثير جدا على البيئة فلذلك احنا عشان في الطرية العادية بيكون اهم حاجة بالنسبة لي ان اكسب كثير الاقتصاد انما عشان نعمل حاجة نهتم بالاقتصاد وبنهتم بالبيئة وبنهتم بالمجتمع بتاعنا فاحنا بنعمل عشان كده البن وبنبدأ نعمل تحليل ونبدأ نشوف تحليل الطاقة بعمل ازاي فممكن يكون عندك كذا شكل المشكل المباني فتختار الشكل اللي هو هيبقى لحاجة في الهدر وكواس جدا في استخدام الطاقة واستخدام المية ويكون فيه نهرة طبيعية بالنهار فالتصميم الجيد اللي هو بقى فيه كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها وفيه عندنا الامتدادين بكواسين جدا الجي بي اكس امي ال وملفات الاي اف سي دي بتبقى كواسة جدا عساسة ان انا انقل المعلومات من برامج البيم لبرامج التحليل بحيس ان انا احصل على افضل معلومات ممكنة وفيه بعض برامج البيم بقى في جواها برامج استسترابلتي تقدر تديني المعلومة اللي انا عايزها فهو كل اللي احنا عايزين نصمم حقا كويسة تكون فيها فريش اير ويكون فيها اقل استهلاك للقهرباء اقل استهلاك للطاقة افضل استخدام المية ويكون اختيار المكان نفس كويس ويكون المكان صحي الناس تكون مبسوطة ويشغالة فكان الاول كان الناس بتصمم على الاوتوكاد وبعد كده الناس بتصمم استرابلتي في برامج اخرى ولما تحصل معلومة هنا نبعت لهم يعني بنعدل مرتين بنعدل هنا وهنا ممكن كون في ناس بتعمل تحليل انشاية فبنبعت لهم معلومة هنا وناس بتعمل تحليل اخر فكل نوع من الانواع تحليل بتعمل له موديل خاص به فالبيم لا هو الموديل اللي بتبنيه هو اللي بيعمل له تحليل وهو كل يعني هو موديل واحد وبنقدر استخدامه في كل الحاجات والارتكشور بيستخدامه والسترقشور والمي بي والبيلدر والاولر فكل الموديل بتوصل لنفس الحاجات ولما بتحصل تعديل كل الناس بتبدأ تحس به والموديل ده هو ده اللي بتنييل الناس تبدأ تستخدمه في الشغل التاحه تمام؟ فكل الجهات بتبدأ تستفاد منها وفي كل مراحل المشروع بنبدأ نستفاد من موضوع الموديل وبنقدر عندنا موديل انشائي ومعماري وكهروميكانيكل وصحي وكل حاجة وموديل كمان الانيرجي اناليسيس وكل دول بيتبادل مع بعض واي حاجة بتحصل تعديل ويتأثر في نفس الوقت لبيت الموديل يعني هنا لدينا الموديل حيث اي ان كان السوفتوير اللي تستخدمته تقدر تبعثه للنيرجي بلاس، تقدر تبعثه للسوفتوير وستخدم لبرنامج فزائري يمكنه برامج كتيرا جدا بتقبل الامتلات يعني امتداد IFC و GBXML مشترك بين اغلب السوفتوير فهتلاقي المعلومات بقى اسهل في الانتقال وحتى في بعض البرامج بيبقى جواها بيديك تحليل للمبنى زي ما تشايف الاركيكاد برضو فيه ادوات قوية جدا لموضوع التحليل الاصدامة بحيث انه يديني وحلول للتصميم بتاعي فموضوع الجريم بيم محتاجينه جدا في التصميم بيبقى لازم حاجة اساسية مش حاجة فرعية مش عشان هو مجبر لا ده هو ده الحاجة كويسة جدا لان هو بيدينا افضل استهلاك وبيقلل الهالك وبيقلل الكربون وبيبقى الناس اللي تقعد في المبنى تدعي لك وتحس انها مسترياحة مش قاعد نفسه ان هو يخرج من المبنى ده مثلا الموضل هوت فبتقدر تعمل كل التحليل الكربون وتحليل الهيتنج عند كل انجلود وتحليل بتحليل تحليل تحليل الشفاك التكييف بمناسبة الفيدي كان ليه صديق شغال ركواز جدا في الفيدي كان بيبدأ ياخد الموضل للاتكاد ويبدأ يعمله في قلب البرامج الفيدي فكان تقريبا بياخد تسعين في المية من وقت شغله ان هو بيعمل موضل تاني فلما بديله الموضل انا بيم يعني بيدعي لي بيلاقي ان هو بيبدأ شغل عشرة في المية ويلا نفسه خلص المشروع تمام بيتأكد ان الراجل اللي موجود هناك هيدعي لنا بشهاده علينا في ملف جي بيكس امي ال اغلب البرامج بتدعمه زي الاتوكاد ارتكشار والم اي بي والريفت واليكوتكت والجرين بيلدنج الحاجات اللي هي تبع البنت لي ارتكشار والبولدنج ميكانيكال سيستم الجوجل بيدعم ملف جي بيكس امي ال الجرافي صوفت الاركي كاد سواء ما كنتوش ووندوز برضو يشتغل اتشفك انرجي الكاد لاين الكي ماب الهاب الكويست اليت انرجي بلاس انرجي سوفت ترين كل البرامج دي بتدعم ان انت تقدر تشغل فتقدر تعمل تحليل للطاقة وتأكد ان انت مش مستهلك حاجة نقدر نوفرها بتقدر تعمل كذا تحليل بحيث تأكد ان انت مسهلك اقل لحاجة الكربون برضو بنتأكد ان التصميم ده صديق للبيئة وما بي ما بيأثرش على البيئة الخارجية فبنبدأ نعمل كذا تحليل ونبدأ نتشوف افضل حاجة ايه بحيث ان احنا نعمل حاجة الصديقة البيئة الماتيريال برضو بنتأكد ان احنا ما نستخدم الماتيريال غلط او ان الماتيريال تجي في قبل معادها او بعد معادها لازم تجي في معادها بنقدر نجرب كذا ماتيريال ونشوف اللي هيبقى موجود داخلها هيبقى مستريح ولا مش مستريح ما يفعش في البدل الحرارة بتاعتنا نستخدم زجاج كتير فالحرارة داخلها تزيد وبعد كده نستخدم تكييف فموضوع الماتيريال والتحليل ده بيبقى ممتاز جدا موضوع الوطر ممكن استخدم مثلا فكتشار او مثلا واحدة بتاعت الصرف يعني حتى تقريبا في اغلب البيوت للاعدب في فلاشفالد في اثنين واحدة لو انت في مية بس والتانية لو انت عايز مية كتير ولازم تعلم الناس اقدر انت جبت المكنة دي والناس كلها بتدوس على المية كتير ففي استهلاك للمية زيادة عن نظوم فلازم تشرح لهم الفكرة منها او في معلومة كده عند الناس هناك انواع كتيرة جدا من الحاجات دي بتلبي احتياجاتك وفي نفس الوقت بتقلل استهلاك المية على سبيل المثال مثلا هناخد مشروع قوي جدا من افضل مشاريع الموجودة عالم السواء العالم بشروط العرب بس من المشروع مصدر زيرو كاربون يعني ما فيش تلوص التلوص اللي بيحصل هم بعندهم مسلا شجر او كده بيتلافل بيقلل الموضوع دوت دي مدينة كاملة اثنين بونت سري سكوير ميل معمول جنب مدينة دبي في ادوات كتيرة جدا بتخلي استخدام الطاقة كويس ما فيش عربيات مثلا دخان وكده لا العربيات كلها مثلا بالالكتر كال بالكهرباء في كل التكنولوجيا اللي موجودة اللي تخلي الناس عايشة ومبسوطة ما فيش حد حاس ان هو مثلا عدل العصورة الحجرية لا بس هي الموضوع كله ان انا بستخدم طاقة شمسية بستخدم طاقة متجددة في ادوات انها تقلل الكربون وتقلل التلوص وتعوض التلوص اللي حصلت يبقى فيه تعويض بحيث ان الواحد محسش بيه زي ما تشايف في عربيات بالكهرباء في تحكم في المياه في تقليل للتلوص في عادة استخدام للمياه في تنقية للمياه استخدام للمياه في انظمة كترة جدا تخلي تشغيل الممنى اسهل وافضل تخليك مستريح في حاجات سيفتي اكتر سيكورتي اكتر في النقل ادوات كويسة وما بتقديش لتلوص البيئة مثلا الانوارة تبقى مطفية وانت ماشي كل ما تتقرب من حاجة تلاقي الانوارة واشتغلت فانت بش حاسس ان انت عاد في حتة ضلمة بس في نفس الوقت مفيش هادر للطاقة فماشاء الله يعني نتمنى التجربة دي تعم في البيئة العربية البرامج اهم البرامج مثلا عندنا الانفراوركس 360 هنستخدامه في ان احنا نحدد افضل مكان يكون في استدامة ونقدر ناخد نقاط لو احنا نشغالين على اي نظام مثل الليد او الجساس او البريل بيحدد لنا افضل مكان تقدر تاخد به نقاط يكون مثلا جنبية خدمات ويكون قريب من المواصلات فالناس مش تحتاج انها كل يوم تجيب العربية ممكن يركب مثلا التوبيس او التاكسي او التوكتوك او الحاجات دي في برنامج ممتاز جدا تودوسك فازاري هي تودوسك وقفته بس هو لو عندك روسخة منه هتلاقي كويس جدا انا باستخدامه كتير جدا بيفيدني كتير جدا متميز جدا بيعمل تحليل الكربون تحليل السولر تحليل الهوى والرياح وكل حاجات دي ايكو تيكت ده برضو كان كويس وبتدوسك وقفته بس لو شغال عندك هبقى 100 انرشي بلاس برضو كويس في برامج مثلا زي ارشي بيتش واي اس اي كي ده برامج كويسه بس مشغلتش عليه في الجرينبيردينج ستوديو ده يعتبر موقع الانترنت الموقع القوي جدا لو حد عايز يشغل عليه وفي برامج كتيرة جدا متميزة جدا بتتكامل مع البرامج بتاعت البيم اشتركوا في القناة